السلام عليكم ورحمة الله وإهلا بكم لقاية تجدد الحرس الثوري وإسرائيل يقوموا بضرب القمة العربية في جدة القادمة ما يحدث في غزة ورفح من استهداف إسرائيلي متعمد هو يبدو في الظاهر لنا أنه هو حرب ما بين إسرائيل وما بين الفصائل الفلسطينية أو الجهاد وحماس ولكن الحقيقة هو لازم تنظر إلى هذه الحرب إيه الأهداف منها يعني من المستفيد منها إسرائيل والحرس الثوري ممكن أنت تبقى شايف الموضوع إيه اللي دخل الحرس الثوري في الموضوع ده لا هناك مخطط إسرائيلي مع الحرس الثوري الغير راضي عن اتفاق بكين للعمل على إشعال الموقف في سوريا ولبنان وغزة ورفح ضرب القمة العربية وضرب الهدنة المصرية والوسطة المصرية ملاقة عربية السعودية تعمل على مصلحة فلسطينية فلسطينية ما بين حماس وفصائلها وما بين السلطة الفلسطينية والقمة العربية لا يرد لها أن تقوم أو أن تثمر عن نتائج من خطوات السعودية كبيرة جدا لتهديئة المنطقة إسرائيل والحرس الثوري يعملين ضد هذا غضب إسرائيلي كبير جدا من السعودية لعدم موافقة السعودية على التطبيع مع الكيان الصهيوني كل هذا يتوافق مع مصلحة الحرس الثوري طب إزاي مصلحة الحرس الثوري؟ الحرس الثوري غير راضي عن اتفاق بكين الاطلعات هو الذي وافق على اتفاق بكين والمصلحة مع السعودية ولكن الحرس الثوري هو الذي يقوم بشحن أربعين مسيرة سرا من الحجد الشعبي من داخل العراق تم تهربهم في خلال الأربعين يوم الماضين تقريبا الوقت ده وتم نقلهم إلى داخل سوريا في أماكن لإشعال الموقف حتى يعطي فرصة لإسرائيل بضرب الأماكن والإبقاء على مناطق الميليشيات والتلكم في عدم الخروج يعمل الحرس الثوري على عدم الخروج من سوريا لأنه هو الزراع العسكري للكيان الملالي هناك حرب كبيرة جدا بتقوم بيها إسرائيل مع الحرس الثوري واللي شاف أن الحرس الثوري بيهاد عن الموضوع ده يبقى مش فاهم ما قامت بإسرائيل اليوم من استهداف لقيادات بالتحديد لثلاث قيادات من الجهاد مما أدى إلى استشهاد أطفال ونساء يفوق العشرة أو الاثناشر وأن إسرائيل تقوم بحرب عايز تعرف الحرب دي هتطول أو لا هتطول ممكن جدا تطول ده نقرأه من تصريح صريح جدا من وزير الدفاع الإسرائيلي أن الاستعدادات تتم لحرب طويلة في غزة وممكن أن تمتد لمناطق أخرى ده تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا غرف العمليات اللي بيقوم بها نيتنياهو تستشعر منها أشياء خطيرة جدا هناك معلومات أنه كانت القيادات اللي تبعها للجهاد أو الفصائل الفلسطينية أنها كانت تستعد إلى الذهاب إلى القاهرة للقاء مسؤوليين أمنيين في مصر لاستمرار الهدنة ولكن فجأة إسرائيل تقوم بهذا ما فيش مشكلة عند الحرس الثوري أنه هو يتنازل أو أنه هو يقتل أو أنه هو يتعاون مع إسرائيل في قتل قيادات كبيرة جدا كل ما كان الهدف كبير يعني لما يكون فيه ثلاث قيادات مهمة من الجهاد يتم استهدفهم بعمليات نوعية ويكون القصف بأربعين طائرة مقاتلة إسرائيلية هنا لما يكون الصيد كبير يبقى الهدف كبير الهدف كبير مش أنهو من الصيد يعني الهدف كبير من إطالة الحرب من أنه الجهاد والمنظمات الفلسطينية أو الزيول الإيرانية اللي هي قابعة في غزة وفي رفح أن هي تعمل على كسر هذه الهدنة وأنه حتى تصرحتهم اليوم كانت تصالت الدوق أنهو ما فيش هدنة إلا بعد الأخذ من الصقر يعني بعد ما نرد نبتدي ممكن نتكلم لكن غير كده لا هنا إشعال الموقف متعمد إسرائيل تكون أربعين طائرة عدد كبير جدا ممكن جدا أن أنت تستهدف عايزة طول القيادات دي ممكن ثلاث طائرات لكن أربعين طائرة ده تصريحات رسمية نقلتها وكالات الأنباء العالمية كلها الحرب مقصودة جدا لضرب المسالحة اللي قامت بيها السعودية في آخر رمضان الماضي ما بين قادة حماس وبيد السلطة الفلسطينية أيضا هناك تعمد ما بين الحرس الثوري لقيام بهذه الحرب 14 قتيل أو شهيد ومصاب ده هدف كبير جدا بيأكد أن هنا الحرس الثوري يتعاون مع إسرائيل في هذه الحرب تم استخدام أو استخدمت الحرس الثوري عصابتها في العراق وأيضا في سوريا لإزجاء الحرب في الآمن القادمة الهدف هتكون سوريا برضو يتم اشتعال فيها الموقف وإزجاء فيها الحرب الفترة القادمة حتى يعطي فرصة لعدم الخروج من من سوريا يعني الهدف عدم خروج الميليشيات الإيرانية من سوريا ده هدف الحرس الثوري مع إسرائيل أنه عودة سوريا وخروج الميليشيات منها تبقى ليه الأوامر من بكين لإيران الأمر ده مش عايزين يتم الحرس الثوري استخدمت سوريا لحرب خداعية ما بين إسرائيل وما بين الحرس الثوري لإهمنا بأن في حرب ما بينهم الملتنين والهدف عدم الخروج من سوريا الهدف بقاء الحرس الثوري ميليشياته بقاء ميليشيات إظهار لنا العداء ما بين الحرس الثوري وما بين إسرائيل ده هدف استراتيجي من كلا الطرفين للبقاء والاستمرار وإنه هدف آخر إشعال المنطقة قبل القمة العربية في جدة هدف آخر هو إشعال المنطقة تبليه يعني فيه أهداف كتير جدا من إشعال المنطقة البداية هتكون من غزة وإسرائيل عايزة تمدل أمر أكتر إنه ممكن الفصائل في الصينية ما تردش من داخل غزة وترد من جنوب لبنان فتعطي فرصة إن لبنان تدخل في الأمر من الجنوب يعطي فرصة إن الرد يكون من الفصائل اللي موجودة في سوريا فيضي الفرصة لإسرائيل بالنهاية تقوم بالرد فإسرائيل تقوم بعملية اجتياح أي كل شيء وارد لخلط الأوراق الهدف خلط الأوراق ده الهدف الإسرائيلي والحرس الثوري الاستراتيجية ما بده من بعض الاطلاعات هي اللي عايزة تخرج المليشيات من من سوريا ولكن الحرس الثوري هو اللي يدى أكتر في الأمر ده للبقاء في هدف تاني في هدف تاني مهم في عدة أهداف أنا عايزك تتابعين آخر الحلقة أرجاء تفعيل الجرس باللون الأسود يعني اعجاب بالحلقة عايز تعمل انتصاب للقناة بجانب الاشتراك ده حاجة تعود ليك هدف آخر وهو اشعال المنطقة بداية من غزة وارد جدا غدا تبقى في سوريا وارد جدا غدا برضه تبقى في جنوب لبنان الهدف هو اشعال المنطقة لعملية استباقية مشتركة ما بين الحرس الثوري ما بين اسرائيل لأي هجوم ضد الميليشيات الإيرانية اللي موجودة في سوريا أو في العراق يعني الميليشيات الإيرانية الشيعية الموالية للحرس الثوري في سوريا في العراق بس بالأخص في العراق هو اشعال المنطقة بغرض خبيث لاستبقاء أو ضربة استباقية يعني لعدم الهجوم على منطقة جرف الصخر عايزين يبعدوا وانهم يخلطوا الأوراق عشان خاطر يوقفوا اي حاجة تحصل ضد جرف الصخر ضمن ضمن الاهداف برضو اللي فعلته اسرائيل اليوم بالترتيب مع الحرس الثوري وللي استهداف قيادات من الصف الاول او الصف التامي الهمة جدا لدى الجهاد ولدى حماس ولدى عصابات التأسلم الموالية لإيران ولازم احنا متأكدين من الأمر ده وايضا الدول اللي هي بتدعم حماس يعني زي قطر دي من الدول اللي بتدعم حماس كل الكينات دي هي بتساعد في إزجاء الأمر ده يعني قطر تعمل على إزجاء الحرب دي تصرح تصريحات ما فيش مشكلة الكلام السياسي حاجة والأفعال شيء تاني لكن احتماء الميليشيات أو العصابات الإيرانية اللي موجودة في غزة احتماءهم في داخل يعني داخل البيوت الفلسطينية في غزة وفي رفح البيوت اللي هما الأطفال العزل أو النساء ده اسلوب هتلاقيه اسلوب إيراني وهتلاقيه اسلوب خبيث بيتتابعه دايما هتلاقيه موجود في اليمن هتلاقيه موجود في العراق هتلاقيه موجود في سوريا هتلاقيه موجود في لبنان هتلاقيه موجود في الأراضي الفلسطينية ده اسلوب خبيث يعني يعني دربت وعلمت إيران ليه زيولها في المنطقة تعمل نفس الاسلوب ده ان انت تخزن يعني انت تطورى وان انت يكون مكانك الامن يكون في داخل البيوت للعزل والاطفال الهدف هو ضرب المساعي السعودية للمصالحة والتهداء في المنطقة والقمة العربية الذي يحدث الآن ويخطط له الحرس الثوري مع اسرائيل تصعيد خطير خطير جدا ومهم والهدف منه خلط الاوراق في المنطقة خلال القمة يعني القمة دي الغرض منها انه ما تم لسوريا من اعادتها من خلال القمة العربية واعادت يعني اعادت عضويتها في الجامعة العربية بعد تجميدها الخطوة الاخرى اللي هتقوم بيها القمة العربية هو اعادت سوريا نفسها في معلومات انه بشار الاسد انه هو هيكون في السعودية قبل القمة العربية هنا دي الحرب اللي بتدوري الآن دلوقتي من قبل الحرس الثوري واسرائيل هي محاولة لتحويل الضغط على الحرس الثوري وعصاباته من ملف من ملف من ملف التنفيذ لشروط بكين يعني ايه؟ يعني المفروض انه الحرس الثوري هو اللي جاب الميليشيات في سوريا المفروض هو اللي يخرجها لا هو عايز بقى يقوم بعملية تحويل الضغط عليه من انه هو بدأ ما يشيل الميليشيات من سوريا لا يخلي العملية تبقى يتم اذكاها اكتر واشعالها اكتر وانه هي تقوم الحرب بالاشعال اكتر فبالتالي مقدرش ننفذ دلوقتي اشعال الحرب يعطي فرصة لبقاء الميليشيات مش خروجها هو عايز يخرج نفسه من الالتزام والالزام بخروجه تبقى اللي اتفاق بكين هو مش عايز ينفذ فيقوم بعملية الاشعال مع اسرائيل وهنا ده اسلوب متبع من الحرس الثوري انه يتاجر بالقضية الفلسطينية عبر استخدام زيوله في الاراضي الفلسطينية من الجهاد ومن حماس ومن غيره وايضا في نفس الوقت يقوم بعملية تبتزاز جديدة للدول العربية عملية تبتزاز جديدة للسعودية والمصر والدول العربية والامارات اللي بتقوم على التهدئة في المنطقة ولكن هناك حدث مفاجئ هتقوم بالسعودية في الايام القليلة القادمة لقلب الطويل على اسرائيل وعلى الحرس الثوري هننتظر ونرى المشهد جيدا ماذا ستفعل السعودية في الايام القادمة دائما السعودية تفاجئنا لان هي تريد خير لكن ضرب المصارحة الفلسطينية اللي بتقودها السعودية ضرب القمة العربية هو هدف اسرائيلي وايضا هدف من الحرس الثوري احنا مش بنقول الاطلعات كويسين وبنقول لا الاطلعات هو المموت بتنفيذ اتفاق بكين اللي عارف كويس جدا ان ايران متقسمة فيه اطلعات وفيه حرس هاوي الحرس الثوري هو يقوم به دائما بتهديد السعودية وان السعودية دولة عدو يجي براهيم رئيسهم يقول ان السعودية دا ليست دولة عدو دا كلام سياسي لكن الحرس الثوري يعتبر انه اتفاق بكين هو اللي يريد تنفيذه فيخرج منه بالالتفاف عليه والتقابر والاتفاق مع اسرائيل وتصدير لنا حرب لبقائهم وعدل خروجهم والالتفاف على الاتفاقية بتاعت بكين نوة مخرجش منه فبالتالي دي حرب مقصودة والنواء اسرائيل والحرس الثوري عايزين يزيدوا اكتر الدربات الكبيرة او اللي حصلت في غزة اليوم وفرافح مبلغ فيها جدا حتى لو انت عايز تستعد حد ممكن الهدف يكون هدف يعني استباقي او شيء ما ولكن قبل قمة قمة العرب وضرب يعني هنا برضو في نقطة مهمة جدا الحرس الثوري واسرائيل بيقوموا بضرب يعني قمة العرب او القمة السعودية الهدف في غزة احنا شايفينه ولكن لا هو ضرب القمة في جدة ده الغرض منه ولكن مملكة عربية السعودية بعين الله هتقوم بقلب الطاولة عليهم بضربات سياسية جديدة جدا مملكة عربية السعودية قوة عسكرية كبيرة ولكن مملكة عربية السعودية تدير السعودية تدير حرب بلغة السياسة السعودية تفوز بجولاتها السياسية وتحقق نجاحات اكتر بكتير جدا من الحرب الحرب لا تصنع انتصار بقدر حرب السياسة اللي تديرها السعودية بتحقق انتصارات اشغالة يعني العقول الاستراتيجية في المنطقة مملكة عربية السعودية ضرباتها السياسية تفوق قدرات المتابعين فهم بيفكروا في نتائج ضربات السعودية السابقة والسعودية تفكر في الضربات القادمة بل هي تعمل على تنفذها سنرى المشهد من المنظور السعودي للتهداء في المنطقة لان القمة لابد ان تتم حفظ الله الجميع سعدكم الله الذي لا تدع ودعوه ترجمة نانسي قنقر